قصتنا النهاردة عن بنت رفضة الجواز التقليدي لكن تتفاجئ في يوب ان باباها جايب لها عريس فيطارة هتعمل ايه؟ قبل ما نبدأ يا ريت تعملوا لايك للفيديو علشان يوصل لناس اكتر واسبكم مع الفيديو حكايتنا بتبدأ مع بنت جميلة اسمها بينيو راجب على عجلتها ورايح للمدرسة لكن المدرسة دي مش زي المدارس اللي احنا عارفينها دي مدرسة البنات بيتعلموا فيها زي بقى زوجات المستقبل يعني من طبخ الغسيل لخياطة واي حاجة لها دخل بالبيت لكن الكلام ده ما كانش عاجب بينيو ومش مقتنع بيه وده اللي بيخليها ما تعملش الواجب اللي بتطلبه منها المدرسة فدايما المدرسة بتطردها من الفاصل وتخليها تبسح الطرقة وفي نفس الوقت ده قامت بنت اسمها تاكامي وقالت للمدرسة انها ما عملتش الواجب برضه على الرغم من انها طالبة شطرة لكنها زي بينيو مش مقتنعة بموضوع المدرسة دي ومؤمنة ان كل بنت لازم تختار الشخص اللي تحبه بنفسها مش تاخد دروس في اعمال البيت علشان تتجوز اي حد وخلاص المهم ان المدرسة قالت لها طب جنب اختك بقى مساح الطرقة معاها وفعلا طلعت مع بينيو ووقفوا يتكلموا مع بعض وقالت لها انا مستحيل اتجوز من شخص ما بحبهوش زي المدرسة ما بتقول فبينيو قالت لها عندك حق والله وانا كمان مقتنعة بكده وهم اللي اتنين كانوا بيفضلوا انهم يشتغلوا ويبقى لهم شأن في المجتمع او يعيشوا قصص حب زي اللي بيسمعوا عنها المهم بعد ما خلصوا شغلهم في المدرسة بينيو ركبت العجلة وراجعت على البيت وكانت حاسة ان الجو جميل النهاردة فرجعت بسرعة وثابت شنطتها في البيت وراحت تنادل جرها ران مارو ايوة يا جماعة دي ولد مش بنت وهو وبينيو اصحاب من زمان المهم انهم خدوا طيارة ورق وراحوا يطيروها وفعلا بدأوا يلعابوا بيها لحد ما جه شوية هوا وطيروها على شجرة عالية فاضطرت بينيو انها تطلح تجيبها من فوق لكن وقتها كان ماشي ملازم من الجيش الياباني وشافها وهي على الشجرة وطبعا وقتها كانت حاجة غريبة انك تلاقي بنت بتعمل اللي هي بتعمله ده وما خدت بالها انه شافها توطرت واعت من على الشجرة لكنه قدر يلحاها على اخر لحظة وحصل بينهم سوتة فهم كده فراحت بينيو ضربه في الالم لكنها راجعت تاني وتأسفت له وشكرته على انقاذها فهو قبل اعتذارها وسألها على بيت الرائد هانامورا وطبعا بينيو اتصدمت لان الرائد هانامورا يبقى والدها وفعلا خدت الملازم معها للبيت وعرفنا ان اسمه ايجوين والواضح ان هو وبينيو مش هيتفقوا مع بعض المهم ان والد بينيو خد ايجوين وقعدوا يتكلموا مع بعض شوية وقال للبينيو اعملي شاي وطبعا بينيو ملهاش في الكلام ده فخربت الدنيا وبوازت كل حاجة وباباها وايجوين كانوا سامعين كل حاجة من برا ايجوين عمال يضحك وباباها هيولع منها وفي النهاية بينيو قدمت له اخيرا شاي وكيك لكن قبل ما يشرب سامع المربية بتقول لي بينيو انت قدمت له الكيكة اللي بقى لها يومين معفنا فطبعا ايجوين رمز شاي وبص على الكيكة وقعد يضحك تاني وابو بينيو عملها بسرعة وراح يتخانق معها وقال لها ان النهاردة يوم مهم جدا في حياتك ولازم تسيب انطباعه احسن من كده قدام ايجوين فبينيو طلعت تاني تشوفه راح فين فلاقيته نايم في الحديقة فجالها فكرة شيطانية شوية انها تجيب السفل خشب ده وتديله واحدة على دماغه لكنه اتفاضت ضربة وقال لها حلوة اللعبة دي وبدأوا هما الاتنين يلعبوا مع بعض وطبعا لما باباها شافها كان هيشد في شعره وقال لها يخرب بيئتك انت بتضرب الشخص اللي هيتجوزك وطبعا بينيو لما سمعت كده داخت وغم عليها وبالليل بدأ باباها يفهمها الموضوع كله وقال لها ان زمان كان جد بينيو بيحب جدة ايجوين لكن حصلت ظروف منعتهم انهم يكونوا مع بعض فتعهدت العيلتين انهم لازم في يوم من الايام يجوزوا حد منهم للتاني لكن مع مرور الزمن كانت كل الاجيال الجديدة رجالة وانت اول بنت جات من بعد المعاهدة فلازم تتجوز ايجوين لكن برضو بينيو رفضت كل الكلام ده وقالت لباباها انها مش هتمشي على كلام المعاهدة دي لكن وليدها اصر وقال لها لو الموضوع تم لازم تروح ليلة ايجوين وتعرف كل حاجة عنهم وفي نفس الوقت كان ايجوين بيتكلم مع جدته عن بينيو وقال لها ان شخصيتها قوية وعنيدة شوية لكنها عجبته وبكده نقدر نقول انهم هيتجوزوا وقتها كانت تمك وزميلة بينيو في المدارسة عندهم بتاخد ورد من الحديقة وراح ايجوين معاها يوصلها للبيت وهم في الطريق تمك وقالت له ان ظهور البينة فتحت بدر السنة دي فايجوين فكر ان يدي البينيو من الظهور دي علشان يسموهم شبه بعض بينيو بقى من وقت اللي حصل وهي مش مركزة في حاجة ودايما اعدى فوضيتها وما بيتقابلش حد ووقتها جالها رانمارو وقال لها ما تتجوزيش بالطريقة دي واعترف لها انه بيحبها وقال لها انا مستعد ان انه نهرب من هنا ونروح في اي مكان واتفق معاها انه هيكون عند الجامعة الساعة ستة ولو وفقت تروح له على هناك ويهربه وفي نفس الوقت ده توصل لبينيو الازهار اللي بعتها ايجوين اللي اسمها بينا لكن المصيبة ان بينيو كانت اريار وايه قبل كده كانت فيها بنت شكلها وحش بنفس اسم الظهور بينا فافتكرت ان ايجوين بيقول عليها وحشة فطبعا اتعصبت جدا وقررت انها تلم هدومها وتمشي وفعلا راحت لرمارو عند الجامعة وهربوا من المدينة وقتها يعرف والدها بهروبها ويكلف مجموعة من الجنود انهم يدوروا عليها لكن في الوقت ده كانت بينيو معها رانمارو ماشيين في الطريق وقابلهم الودة وكان فاكرهم فريسة سهلة وعايز اسرقهم لكن بينيو زبطته ضرب الحد ما استسلمه قرر انه يمشي معاهم بعدها راحوا كلهم لحانة وقعدوا يشربوا الحد ما بينيو سيكرت وما كانتش عارفة تمشي وبعد شوية له ايجوين دخل عليهم وقال للبينيو انها لازم ترجع معادي الوقت لكنها قالت له انها عايزة تروح مع رانمارو فايجوين قال لها رانمارو بيحبك فعلا لكن هل انت بتحبيه بنفس القدر فبينيو سيكتت شوية وقالت له انها عايزة تختار الحياة اللي هي عايزها لكن بعد شوية غابت عن الوعي بسبب الكمية اللي هي شربتها ويجوين قال لرانمارو انها لازم ترجع لبيتها وفعلا رجعت للبيت وكانت فاكرة ان ايجوين مش هيوافق يتجوزها بسبب الحالة اللي كانت عليها مبارح لكن والدها قال لها ان ايجون لسه موافق فاتجننت اكتر بعدها رحت على المدرسة وقعدت تنم في الحصص وفي الفوسها قعدت تتكلم مع طامكو علشان حست انها زعلانة من حاجة وعرفت انها زعلانة علشان الولد اللي هي بتحبه هيتجوز بنت تانية لكن بينيو ما كانتش تعرف انها تقصد ايجون وطامكو هي كمان ما تعرفش ان اللي ايجون هيتجوزها هي بينيو فطامكو قالت لها انها هتقابله النهاردة في دار الابرة وعرضت على بينيو انها تيجي معاه وبالمرة تتعرف عليه وفعلا راحوا مع بعض وقبلوه وطبعا بينيو انصدمت لما شفته اما طامكو فزعلت ومشت بسرعة لما عرفت ان بينيو هي البنت بعدها بينيو وايجون دخلوا الابرة وقعدت بينيو تفكر في طامكو وكانت زعلانة انها السبب في حزنها فقررت انها تقول لأيجون ان طامكو بتحبه لكن بالرغم من كده ايجون قال للبينيو انه عايز تجوزها هي وحكالها ان والده والدته صبوه وصغير واللي رباه هي جدته علشان كده مش عايز يزعالها ولو جوازه من بينيو هيفرحها هيعمل كده طبعا بينيو تجننت اكتر لما عرفت انه عايز يتجوزها بس علشان جدته فقررت انها هتعمل خطة هتطير بها ايجون وهتخليه يرفض يتجوزها واول حاجة عملتها انها طلبت من المدرسة بتاعتها تيجي معها البيت ايجون وده علشان تعلمها ازاي تعمل شغل البيت اما بينيو فقررت انها هتروح بالشكل ده وخطتها بقى انها هتروح للبيت وتخرب الدنيا يعني لاها تشتغل ولاها تعمل اي حاجة مفيدة علشان يقولوا انها فشلة في كل حاجة وما يوفقوش وفعلا وصلوا للبيت اللي كان فخم جدا وقابلت جد وجدة ايجون وعلى الرغم من النيولوك اللي هي عاملها ده الا ان الجدة كانت حباها وشايفها جميلة جدا بعد كده ايجون خدها وعرفها على قضوتها الجديدة وكان واضح ان بينيو هتطر من الفرحة من جمالها بعدها بدأنا نشوش الضحك كله مع بينيو لما نزلت عشان تتغدى وطبعا هي ما تعرفش طريقة الاكل بتاعتهم ومن الاخر عملت حاجة بسيطة يعني مش مهمة الاكل طار في وش الجد وخلا زي ما انتوا شايفين وطبعا اتعصب وقال لهم ايه اللي انتوا جايبينها دي وهزقها شوية وساب الاكل ومشي وعلى الرغم ان دي خطة بينيو من الاول انها تخرب الدنيا الا انها كانت متعصبة من اللي قاله قدر تغير التقاليد اللي فعلته وبالفعل بدأت بينيو تتعلم شغل البيت وبدل ما كانت عايزة تخرب الدنيا بقت شطرة في الشغل والبيت كله بقى بيحبها الا الجد طبعا كان متغاز منها وكان شاف ان بنت من عائلتها دي مش هتنفع تعيش وسطهم وفي يوم وبينيو بتعلق الهدوم راح الجد موقعها فبينيو تعصبت ونسكت عصايا وضربته بيها فطبعا تعصب الجد وبدأ يتخنقوا هما الاتنين ولما راحت المدرسة تنادي الايجوين قال لها ما تقلق ايش انا كنت عارف انه ما يتخنقوا ووقفوا هما الاتنين يتفرجوا عليهم وفي نهاية الخناءة ادرت بينيو تفوز على الجد وباللي حصل بينهم ده كان خلاص بينيو لازم تمشي من البيت وفعلا جهزت هدومها وقالت للجد انها هتمشي لكن وقتها ايجوين جه وقال لها ان الجد مزعلان منك وعايزك تفضلي في البيت فبينيو راحت على المطبخ وعملت شربة كده ما تعرفش هي شربت ايه وشربتها للجد علشان يبقى كويس بعد اللي حصلوا في الخناءة وفعلا بقى كويس وبدأ يحب بينيو اكتر بالرغم انه ما كانش عايز يبين كده لكنه من جوا كان مبسوط انها في البيت وكمان تأسف لها انه كان وحش معها وتاني يوم قرروا انهم يعملوا حفلة في البيت علشان اهل ايجوين يتعرفوا عليها وبينيو تصدمت لما شافت رانمارو وسط الشخالين وكان عامل نفسه بنت منهم لكن المهم ان الحفلة عدت على خير وبعدها بينيو قعدت تتكلم مع رانمارو فقال لها انه لقاها تأخرت هنا وما رجعتش تاني فقرر انه يجي يشتغل في البيت علشان يبقى جنبها فبينيو قالت له طيب خد بالك لا يكتشفوا حقيقتك لكن اللي هما ما كانوش يعرفوا ان ايجوين عارف ان دار رانمارو ومع ذلك سايبه في البيت وده اللي خلى بينيو تستغرب وتحس ان ايجوين يا اما عايز اتجوزها بس علشان يرضي عيلته او انه بيحب بنت تانية وبينيو مش من اهتماماته خصوصا لما عرفت انه يعرف واحدة من بيوت الجيشة والبيوت دي اشبه بالحنات بس على اصغر وزات شكها اكتر لما شافت ايجوين فعلا وهو طالع من الحنات دي ومعها واحدة منهم فقالت يبقى اكيد على علاقة بيها وتاني يوم قررت انها تسأله عنها لكنه قال لها ان ما فيش بينه وبينها حاجة لكنها بيينت له انها مش مهتمة ويومها حصل مشكلة في البيت بسبب رانمارو لما كسر طبق اسر للعيلة فطبعا ده جنن الجد وكان عايز يقتله فجات بينيو كسرت كل الاطباق الباقية وحصلت مشكلة كبيرة بينهم وكل ده علشان بينيو تغير عديتهم المتخلفة دي يعني علشان طبق اتكسر عايزين هي حياة انسان وبعدها خدت رانمارو ومشت من البيت لكن على الرغم من كل اللي حصل ده الا ان العيلة كانت مقتنعة انهم مش هيلاقوا بنت زي بينيو فالجد قال لأيجوين يروح وراها ويرجعها في الوقت ده كانت بينيو وباباها بيتخنق العادة بسبب اللي هي عملته وفي النهاية قال لها انها بمجرد ما خرجت من البيت ده ملهاش مكان الا بيت جزها فقررت بينيو انها تمشي وفي نفس الوقت ده كان وصل إيجوين وسأل عليها فولدها قال له انها لسه ماشية دلوقتي وقتها بينيو قررت انها تروح للبنت اللي في بيت الجيشة وسألتها عن علاقتها بأيجوين فالبنت ورتها صورة الجزها المتوفة واللي كان صديق مقرب لإيجوين وبعد ما مات في الحرب إيجوين الوحيد اللي فضل جنبها وخرجها من الحالة اللي كانت فيها ومن وقتها هو بيتطمن عليها من فترة للتانية فبينيو تأكدت ان ما فيش بينهم حاجة وقررت كمان انها تغضي الليلة معاها وزي المرة اللي فاتت في الحانة هنا كمان قاعدت تشرب وكانت هتعمل مشكلة مع الزباط دول لكن وصل إيجوين وحل المشكلة وشالها على ظهره وراجعوا على البيت وهم ماشيين في الطريق بينيو بقى وهي عاملة دماغ كده سألته هو بيحبها ولا لأ فقال لها أيوة بحبك حتى من قبل معرفك وكان واضح ان إيجوين حبها فعلا مش بس عايز يتجوزها علشان يفرح جدته وكان واضح كمان ان بينيو بدأت تحبه خصوصا لما عرفت ان تكمم الزعلانة انهم هيتجوزه لكن للأسف تحصل مشكلة ممكن تمنع ان الجواز يتم وهي ان في حرب هتبدأ وممكن اليابان تشارك فيها علشان كده ممكن في أي وقت يستدعو إيجوين وفعلا ده اللي يحصل ويتم استدعاه للحرب ويقضي إيجوين الكام يوم اللي قبل الحرب مع بينيو وطلب منها تاخد بالها من البيت ومن العيلة وهو مش موجود وقال لها خليك فكرة ان دايما هفضل احبك تاني يوم إيجوين يجهز نفسه ويودعهم وانطلق وعد الوقت على الوضع ده وكان إيجوين بيتواصل معاهم عن طريق الرسائل وطب منهم ان الكتيبة بتاعته مش في الصفوف الأمامية لكن ما يعديش وقت طويل ويروح هو والكتيبة اللي معاه في أماكن ضرب النار وللأسف في مرة من المرات وهو بيحاول ينقذ واحد من زميله في الكتيبة اتقصى في المكان كله بصاروخ وللأسف وقع إيجوين من فوق الجبل طبعا الصدمة كانت كبيرة جدا على البيت كله وخصوصا بينيو اللي كانت حزينة انها ما قدرتش تعترف له بحبها وفي العازة لبسة بينيو هدوم كانت بتاعت أمها والمقصود بها ان الزوجة لو لبسيتها معناها انها مش هتتجوز تاني أبدا بعد حبيبها وقررت انها توفي بعدها لإيجوين بانها ترتاني بالبيت وأهله وكمان طلبت من رنماره ان يمشي علشان مش هينفع يكونوا البعض وقررت كمان انها تشتغل وتعتمد على نفسها وفعلا بعد بحس كتير قدرت تشتغل في مكتب للصحافة ومن وقتها بدأت حياتها تتحسن وبقت مبسوطة جدا وفي يوم من الأيام عرفت ان في جنود من الكتيبة بتاعت إيجوين لسا عايشين في سيبيريا فبينيو كان عندها أمل بعد المدة دي كلها ان إيجوين يكون منهم يكون لسا عايش وفعلا ركبت القطر ورحت على هناك وأول ما نزلت شافت إيجوين في المحطة لكن كان مع بنت تانية وقتها بينيو ابتسمت وكملت في طريقها وبتخلص الحكاية وللعلم ان في جزء تاني للأنمي هلخصه ان شاء الله أما بخصوص ملخص الموسم التاني بتاعنا دي الفخار فأنا مستني بس آخر حلقة في الموسم تنزل الموسم التاني 12 حلقة نزل منهم 11 دلوقتي بس إن شاء الله في عرب وقتها هننزلوا ما تقلقوش أتمنى الأنمي اللي معانا النهاردة عجبكم ياريت تعملوا لايك للفيديو علشان يوصل لناس أكتر واشتركوا في القناة علشان توصل لكم كل الملخصات الجديدة سلامة يا عمي اشتركوا في القناة علشان